انحسار عمليات تهريب الوقود إلى مرحلها نهائية مدير المنتجات النفطية أوضح أن الإجراءات الأخيرة للوزارة المدعومة من الأجهزة الأمنية مكنت من متابعة ورصد أوكار الجهات التي تقوم بهذه العملية مضيفا أن إجراءات أخرى تعمل عليها المديرية ساهمت بتقليل حالات تهريب الوقود من المحطات في بغداد والمحافظات الأخرى اليوم أصبحت موضوع التهريب بالنهايته والقضاء عليها بوتيرة متصاعدة من قبل هذه الجهات الأمنية موضوع أيضا المخالفات أساسا في محطات التعبية بدأت تقل اليوم مثلا محافظة البصرة وباقي المحافظات التي كانت تسجل ارتفاعا كبير في الغرامات وفي المخالفات التجهيزية منذ شهر مطلع عام 2023 ولغاية الآن لم تسجل أي مخالفة تجديد الأجهزة الأمنية إجراءاتها ضيق الخناقة على المهربين خاصة بعد تفعيل الجهد الاستخباري وتوفر قاعدة بيانات متكاملة مما أسهم في تطويق عمليات التهريب بحسب وزارة الداخلية التي أعلنت عن عمليات مهمة خلال الأيام الماضية المتابعة المستمرة لسيد وزير الداخلية وتوجيهاته أسهمت بشكل واضح في انخفاض موضوع التهريب المشتقات النفطية إلى أدنى حد طبعا هناك عمليات نوعية خلال يومين الماضيين واحدة في ميسان والأخرى في ديالة تم خلالها ضبط محاولات لتهريب المشتقات النفطية وتم الغالقبض على من كان يحاول في عمليات التهريب وضبط أيضا الصهاريج ولم يسجل العام الجاري أي تحالات جديدة أو بيع فوق التسعيرة بفضل تلك الإجراءات والمتابعة وفق مسؤولين عن هذا الملف عباس نعم العراقي الإخبارية مغداد